بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم السيدات والسادة اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات التقدير والإعزازي وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والإزدهار لما فيه خير مصر وأن يسدد الخطى لما يحقق رخاء عز الوطن العزيز من خلال قيادة حكيمة أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسؤوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته في حاضر ومستقبل يليق وحضراته الإنسانية أقدم حضرات الأرض مهد الديانات وأرض الرسالات الحضور الكريم خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض ليعبد ويعمر ويرتقي بالقيم الروحية والإنسانية ويرسي مكارم الأخلاق بما آتاه الخالق وأنعم عليه من تشريف وتكريم بأن سيده على الخلق وصخر له ما خلق ليحقق غاية من خلق فبإرادة الله كان الإنسان ولما كانت حكمة الخالق في ذلك قد تجلت منذ بدء الخليقة وإلى منتهاها قد انعقد لهذا الإنسان ما يكفل له الكرامة ويضمن له الحق في سلامة حياته وعرضه تلك الضمانة العظيمة التي فطن لها الإنسان منذ العصور الصحيقة حتى جاءت الأديان والرسالات تؤكدها وتقرها وترسي قيمتها فتطلقت المجتمعات عبر العصور المتعاقبة على توكيدها وضمانة سلامتها وهو ما عُبِّر عنه بحقوق الإنسان تلك المبادئ الراصخة التي تضمنتها التشريعات والقوانين المختلفة وعلى رأسها القانون الدولي لقد فرضت حركة وتطور الحضارة الإنسانية بطبيعتها من خلال التشريعات والدساتير والقوانين ضرورة تضمنتها في دمج مبادئ حقوق الإنسان بحزبانها ركيزة أساسية في تقييم وتنفيذ برامج وسياسات التنمية المجتمعية لمن عقد لهذين الهدفين من علاقة وثيقة تكمن في تنمية البيئة المجتمعية التي يحيا فيها الإنسان ويعيش بما يحقق آليات فاعلة تضمن وتصون حقوق الإنسان في الحياة بشتى جوانبها وبما يحقق المعادلة بين تحقيق التنمية والإزدهار للشعوب والدول وقرامة الفرد في المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات لعل تلك المعادلة التي باتت هدفاً أسمى وغاية تتطلع لها الدول وتصب إليها من خلال ما تنتهج من سياسات وخطط تنموية فكان حرص الدولة المصرية على مصايرة ذلك الركب وأن تحقق من خلال سياساتها التشريعية وما يصدر من تشريعات وقوانين ما يؤكد على ذلك الهدف ويضمن صيانته وسلامته ويرسي ويقر له من الضمانات التي تلبي الغاية المرجوة منه فلقد حرصت القيادة السياسية في مواطن عدة على تأكيد ضرورة وضع الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة في مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدني إذ جاءت توجهات فخامة السيد الرئيس وما صدر من تكليفات سيادته لمؤسسات الدولة المعنية في ختام فعليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بإنشاء منصة حوار وطني فاعلة بين الدولة وشباب ومؤسسات المجتمع المدني لتكون تلك المنصة أداة لوضع الأطر المنظمة لعمل تلك الكينات والمنظمات المجتمعية والتنموية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي حرصت وتحرص عليها الدولة المصرية وتعمل على تأكيد ودعم أهدافها وغايتها واعتناق المنهج التشاركي المؤسس على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني ومشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعيدة ونشر الوعي بحقوق الإنسان ثقافة ومنهجا وهدفا وبما من خلاله أن يحقق طموحات الشعب المصري العظيم في حاضر ومستقبل يليق بمصر دولة وشعبا وانطلاقا من ذلك فلقد تم توقيع مثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقوام ثلاثين كيانا عضوا بذلك التحالف ممثلين من الكيانات الأكثر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن عدد من الكيانات الخدمية ولعل من أهمها ما استهدفته تحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية من جانب وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر لتحقيق أعظم قدر من العائد والأثر الإيجابي بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويعزز من جهود الدولة في وضع وتنفيذ خطة التنمية واتساء مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة أطياف المجتمع المصري ولعل من أهم ما استهدفته كذلك هو تفعيل دور البرلمان المصري من خلال تأكيد ودعم الدور التشريعي لتعظيم ومساندة هذه الكيانات لتحقيق الغايات المرجوة من نشاطها وجهودها المبزولة من خلال وضع وسن التشريعات المختلفة وتضمينها من النصوص ما يدعم هذا الدور ويكفل رعايته ويصدد من مساعيه والآن وبناء على ما تقدم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع واجب التوجه إلى إيجاد آلية تشريعية فاعلة من خلال استحداث وسن تشريع يكفل استمرار هذا التحالف في إطار تنظيمي وهيكل لضمان استمرار فعليته فخامة السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور الكرام أخيرا وليس آخرا ستبقى مصرف على عهدها باقية وعلى ما قطعته قيادتها ومؤسساتها الوطنية على نفسها من وعود أن تجعل من حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة حقيقة وواقع لحياة تتحقق فيها كرامة الإنسان من خلال الجهود المدنية المبزولة لتحقيق التنمية على كافة الأصعيدة وفي شتى مجالاتها لخلق فرص العيش الكريم والعمل البناء المثمر لجموع هذا الشعب العظيم ودعم زخيرته من الشباب تلك الطاقة الجبارة والعزيمة والإرادة الخلاقة التي من شأنها أن تغير وجه الحياة إلى الأفضل وإلى ما يستحقه هذا الوطن العزيز من مكانة بين الأمم والشعوب وفقنا الله لما فيه خير مصر ولما فيه إزدهار هذا الوطن العزيز وشعبه الأبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته